موسيقى هلو عاملين ايه معاكم ميس سارة ممدوح والنهاردة هنبدأ اللسن 2 في يونت 1 في منهج جونيور 5 المرة اللفات تكلمنا عن اللايت بس النهاردة اللسن بتاعنا عنوانه سين كالرد اوبجيكتس ليه بنشوف الحاجة ملونة طيب خلينا الاول نبدأ ان what are the spectrum colors ايه هما ال spectrum colors لو تفتكروا احنا قولنا اخر حاجة في اللسن اللفات ان ال spectrum عندنا بيتقسم ل 7 colors وهما ايه هما red orange yellow green blue indigo and violet بالضبط كده طيب او بيسبرات الضوء او بيسبرات الضوء للالوان الاساسية بتاعته ال spectrum colors دا انا start with red and end with violet اوكي اوكي طيب خلينا نعمل activity عشان to prove that mixing the spectrum colors produce the visible white light عشان نسبة ان الماكسين of colors داود بيديني ال white light ال steps بتاعتي ايه use the scissors to cut the construction paper into the shape of this هنجيب paper وملونا كده فيها 7 colors دول مسلسات كده فيها 7 colors وهنقصها على شكل disk shape وبعدين هندفايد الدسك داود into 7 equal sectors تمام تمام وبعدين هنلونها وبعدين هنعمل خرمص غنن في النص وندخل فيه قلم ونبدأ نعمل rotation للدسك داود بسرعة جدا ايه اللي هيحصل ال observation بتاعتي ان the colored disk appears white ان انا مش هارف امعيز ولا لون هلاقي ال colored disk عندي بين ان هو ابيض طيب ال conclusion ايه the visible white light is made up of 7 spectrum colors mixing the spectrum دول مع بعض produce the visible white light تمام هو درس سهل خالص وبسيط ويعني حلو جدا طيب seeing colored objects ليه احنا بنشوف the colored objects طيب خلينا الاول نقسم process of seeing into two things يعني we can classify the process of seeing colored objects as the following اول حاجة seeing colored transparent and translucent objects تفاكرين طبعا transparent material اللي هي بتخلي الدوق كله يعدي من خلالها translucent اللي هي بتخلي جزء من الدوق يعدي خلالها تمام seeing colored transparent and translucent objects بيقول لي why does the glass bottle appear to be green the glass bottle اللي انتو شايفينها في الصورة دي احنا ليه شايفينها green لو هي قدامنا هنشوفها green ليه because ايه بقى the explanation and white light strikes the transparent glass bottle we the glass bottle absorb all the spectrum colors and allow only or permit only the green light to transmit through as a result of that the glass bottles appear to be green يعني ايه الكلام ده كله يعني هي transparent material صح هي شفافة بتعدي الدوق كله من خلالها طيب لما احنا جينا حطينا جواها ايه جبناها لونها اغدر او حطينا جواها سائل لونه اغدر ايه اللي حصل اللي حصل ان هي عكس بتاخد الالوان كلها الدوق لما بيقوا عليها بتمتص كل الالوان وما بتسمحش ابدا للون واحد يعط لي غير اللون اللي هي متلونة بي او اللون اللي استائل متلون بي يعني اللون الاخضر لو استائل متلون باحمر ولو هاي لونها احمر هتسمح للون الاحمر بس لو اصفر هتسمح للاصفر بس وهاكذا يبقى هيا بتابزور بقول the colors of the spectrum and allow or permit only the green color to transmit through تمام؟ وعشان كده الريزلت احنا ان احنا بنشوف ال green color طب ايه الكون الكلورد transparent and translucent objects have the same color of the light transmitted through يعني ايه يعني ايه material transparent or translucent هي لها نفس الكلور بتاع اللايت اللي بيعدي خلالها او اللايت الترانسميتد خلالها ثاني حاجة seeing colored opaque objects احنا كلمنا نعه transparent and translucent طب الا opaque زي ايه زي الموزة مثلا او زي التفاحة او whatever why does the banana appear to be yellow the answer because when white light strikes or fall onto the banana اللي هي opaque object زي مثلا ما انتوا شايفين في الصورة كده the banana absorbs all the spectrum colors and reflect the yellow color only as a result the banana appears to be yellow يبقى في الترانسبيرنت والترانسلوسنت احنا قلنا ان هي بتالاو only the color the green color to transmit through او الكالر اللي هو جواها to transmit through تمام؟ انما هنا بترفلكت بترفلكت الكالر بتاع يعني هي بتابزور بكل الكالر وترفلكت اليلو بس فعشان كده احنا بنشوف يلو يبقى في الترانسبيرنت بتالاو تو move through it or to permit through it but the opaque objects reflect the colors تمام؟ الكنقلوجن اي ان الكلار the opaque objects have the same color of the reflected light يبقى في الترانسبيرنت انها هي have the same color of the transmitted light انما في الوباك هي have the same color of the reflected light ليه بنشوف white paper white black board black مثلا او ليه بنشوف الهدوم بتاعتنا white وبعض الهدوم بتاعتنا black ليه بنشوف اللون white واللون black احنا عرفنا الالوان يعني ان الدوء متكون من سبع الوان فهو خلاص اللون اللي بيتعكس ده هو اللون اللي بنشوفه طب هل سبع الوان دي فيها اللون البيض؟ لا طبعا هما كلهم مع بعض الدوء البيض طب هل هما فيهم الاسود؟ مفهمش الاسود طب احنا كيف نشوف الالوان دي؟ طيب هنبدأ ب seeing white opaque object بيقول لي when white light strikes white opaque object they reflect all the spectrum colors يعني لما الwhite light بيقع على surface white هو بيعكس كل الالوان هو بيعكس كل الالوان الدوء مش بس يعني لون واحد فاحنا بنشوف اللون الواحد ده ده هو بيعكسهم كلهم واحنا طبعا ان هما قلنا ان كلهم الجمعين مع بعض بيعملوا لي اللون الابيض فعشان كده بنشوف as a result بنشوف الwhite opaque object appear to be white because they reflect all the light colors طب و بالنسبة للسود هل السود موجود في الالوان؟ لا طب ايه اللي بيحصل when white light strikes black opaque object they absorb all the spectrum color and don't reflect any color هو بيشفوط الدوء كله بيمتص الدوء كله ما بيعكس ليش ولا color فعشان كده بنشوفهم black يبقى as a result black opaque objects appear to be black because they absorb all the light colors طب كيف reason we wear white clothes in summer and black clothes in winter because white clothes reflect all the sunlight falling on them to decrease the فبالتالي to decrease the feeling of heat احنا بنلبس ابيض بس ال black clothes in winter they absorb all the light so a بيابزورب كل اللايت فبالتالي بيانكريز the feeling of warmth فعشان كده يفضل ما نلبس ملابس سودة في الفصل الصيف اكتيفيتي كمان why when we look at the red apples through the red transparent glass sheet لو جبنا glass sheet transparent ولون وred ليه بنقدر ان احنا نشوفوا red apple red بس لو عملنا نفس الستاب دي بدلنا ال glass sheet red بواحد green هنشوف ال لونها the exponent دوت الApple appears as red علشان خاطر هي الابل لايت الفصل às 7 اللوان واقع عليها فهيعكست اللون للأحمر فانا شفتها حمراء بس انا شايفها من ورا حاجز زجاجي لونه أحمر احمر وترانسبيرنت تمام واحنا قلنا الترانسبيرنت بيقل الwe only الكالر بتاعه ان هو يترانسميت صح يعني هو لونه احمر فهو هيقله بس اللون الاحمر اللي يعدي فانا اصلا جايلي ايه جايلي من التفاحة لون احمر فلما هيعدي على اللون احمر هيعدي منه فهو هيعكسه هيخليه عدي عادي فبالتالي انا هشوف التفاحة حمر ما فيش مشكلة انما لما يبقى هو اخدر فهو هيسمح للاخدر بس ان هو يعدي لكن انا جايلي من التفاحة اللي جايلي ايه اللي جايلي احمر هو كده مش هيعديه فهيعمل ايه فهيمتصه فبالتالي انا كده هشوف ايه هو كده ممتصت كل اللايت اللي عديله فبالتالي انا هشوف التفاحة هذا black color يبقى الكونكلوجين الوبايك اوبجيك is seen in its original color when you see it through a transparent object that has the same color يعني لو transparent object has the same color هشوفها باللون بتاعها عادي لو مش have the same color مش هشوفها بنفس اللون اخر حاجة بدرسنا النهاردة هي mixing the colored lights to identify the effect of mixing colored light we use three colored projector sets with produce three circle lights red will green will blue انا عندي الالوان بتاعتي بتتأخسم لنوعين اساسين هما primary light with secondary light primary هما ايه هما light colors that are not produced by mixing two other colors هما اصلا already موجودين وهما مش جايين من نتيجة لدمج لونين تانيين مع بعض ذهي ال red وال green وال blue طيب ايه بقى السكندري color السكندري color دول they are light colors which are produced by mixing two primary light color يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني انا انا لما هعمل mixing to blue and green سوا هيديني الصيان ولما هعمل mixing to green and red سوا هيدوني ال yellow ولما هعمل mixing to red and blue سوا هيديني المجنطة and yellow and Amanda cyan are the secondary colors When we see how the conformation is primary light colors It's in impossible to be produced by mixing two other colors We said that these ones are bad for a second but just if put red and green and blue together they're called white colors With secondary They are produced by mixing two primary light colors together وزي ما قلت اليالو comes from mixing the red and green والمجنتا from red and blue والصيعم from blue and green طيب انا بشوف الوان تانية جري الالوان اللي انتي قلت يا هامي دي بتيجي منين؟ دي بتيجي نتيجة ان انا بميكس colors مع بعض بس بنسب مختلفة يعني مثلا الاحمر نسبته اكبر مثلا من الاخدر وهكذا فبيديني shades مختلفة من الالوان كاب سريع اللي احنا اخدناه احنا نهاردة اخدنا الثين colored objects وعرفنا ان ال spectrum color بتاعنا ال spectrum light بتاعنا بيتكون من 7 colors which are red orange yellow green blue indigo and violet وعملنا activity سوا وعرفنا ان الالوان دي كلها مع بعض بتديني white color وقلنا احنا ليه بنشوف ال colored transparent and translucent object بنشوفهم ليه؟ علشان خاطر ال glass او transparent material او whatever دي بتعمل حاجة بتعمل ايه؟ لما light بيقع عليها هي بت absorb all the spectrum light except its light وابتسمح للايت بتاعها دوت انه هو يترانسميت فبالتالي احنا بنشوفوه يعني هي لو لونها اخدر فهي بترانسميت only the green light ولو هي لونها احمر بترانسميت only the red color طيب وايه تاني؟ وقلنا ان الوبايك اوبجكت دي بتعمل نفس الكلام هي بت absorb all the light colors except its color it reflected so the transparent and translucent object they are color transparent and translucent object have the same color of the light transmitted through اما الوبايك فهي have the same color of the light reflected from تمام؟ يبقى دي transmitted through ودي reflected from وقلنا ليه بنشوف الويت والبلاك colors علشان الويت بي absorb all the light color and reflect it يعني بينزل عليه الكلور وبعدين بي reflect all the light والبلاك بي absorb all the light وما بي reflectش ولا حاجة تمام؟ وعرفنا ليه برضو بنلبس ملابس بيده في الصيف وسودة في الشتاء علشان خاطر الابيض بيعكس الحرارة فبيقل الهيت والاسود بيمتص الحرارة بيمتص اللايت فبيزود الهيت وقلنا لو عندنا تفاحة وشايفينها من وراء glass sheet لونه احمر هنشوفها لونها ايه هنشوفها احمر ليه علشان خاطر هي have the same color of the sheet بس لو هي خادرة ولو التفاحة حمراء والشيت اغضر هنشوفها ايه هنشوفها black ليه علشان they don't have the same color of the transparent object وقلنا ان احنا عندنا برضو primary light colors و secondary light colors ال primary زي ال red green and blue وال secondary دول اللي بيجو من mixing two colors together وعندي هم ايه ال yellow والمجنتا وال cyan ده كان درسنا النهاردة خلونا نحلى عليه شوية اسئلة اوكي complete the following sentence first the prism separates sunlight into what seven colors نقط objects have the same color of the light which transmits through هيبقى transparent object دي كده كان درسنا النهاردة واتمنى انتو كنوا فهمتو ولو في اي حاجة مش واضحة ممكن تكتبو لنا يعني واحنا هنعدها لكو تاني شكرا � الهل عمو عمو شكرا